موسيقى كل عام وأنت بخير يا وطن كل عام وأنت بخير يا بلادي هذا هو حال لسان الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه التعابير تصدح حناجر المواطنين والمقيمين على حد السواء للتعيش الإمارات فرحة كبيرة وأجواء احتفالية وطنية مميزة بمناسبة اليوم الوطني للدولة ولم يعد الاحتفال بهذه المناسبة يقتصر على المواطنين فحسب إذ أن المتواجدين على هذه الأرض الطيبة لا يشعرون باغتراب أو بعد عن أوطانهم لما رأوه من حب واحترام لثقافة الآخر وتبدو هذه الإسقاطات واضحة من مشاركة دؤوبة في احتفالات اليوم الوطني لثقافات وجنسيات مختلفة تعيش على أرض الإمارات حيث استطاعت الدولة جسر هوة اختلاف اللغات والثقافات من خلال تبنيها نهجا غرسه باني وحدة الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نهج يقوم على مبدأ احترام الإنسان وأعطائه حقه في ممارسة حياته في ظل احترام القانون لعلمه رحمه الله أن الدولة تبنى بالإنسان ولهذا سخرت الدولة تكنولوجيا المعلومات وتبنت استراتيجيات التنمية المستدامة لتخدم طموح الاتحاد هذا التوجه أفرز مجتمعا منسجما رغم اختلاف الثقافة والمعتقد والعيد الوطني خير شاهد على قدرة الدولة على جمع المقيمين من مختلف أقطار العالم ليعبروا بشكل عفوي في كل عام عن فرحتهم بهذا العيد من خلال مشاركاتهم بأنشطة مختلفة امتنانا منهم للدولة التي هيأت لهم الظروف للعمل والإبداع والعطاء مبروك لمواطني دولة الإمارات العربية وللمقيمين فيها هذا العيد الوطني والجميع الحقيقة محظوظون بوجودهم في هذه الدولة الفتية المزدهرة التي تحترم الإنسان وتقدر كرامة الإنسان وتوفر له الظروف الملائمة للعيش الكريم والحياة الكريمة والعمل والعطاء والإبداع ويأتي العيد الوطني هذا العام عيدان عيد الوطن الذي احتضن خليطا واسعا من الأمم وجعلها تنظر إليه كوجهة أولى للسياحة والاستثمار والعمل وعيد الوطن الذي استطاع بعبقرية قيادته ونفاذ بصيرته تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة المالية العالمية التي أرهقت كبريات الاقتصادات العالمية إذ استطاعت الدولة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان حفظه الله والذي أكد ويؤكد دوما وخاصة في احتفالات اليوم الوطني لما له من أهمية على أن الاقتصاد الوطني قوي وأن الإمارات عصية على مثل هذه الأزمات بفضل القرارات الحكيمة لسموه يسانده في ذلك إخوانه حكام الإمارات احتفالات العيد الوطني هي احتفالية يمكن نحتفل بها جميعا سواء كنا مواطنين مقيمين على هذه الدولة المباركة وأحبني أن أنتهز هذه الفرصة بالنيابة عن الأخوان في مسؤول الدبي الصادران أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الدعم الذي موجود من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجموز زراء حاكم إمارة دبي وجميع حكام الإمارات حقيقة اللي يمكن بذلوا أقصى جهودهم من أجل جعل الإمارات على أهم الوجهات التجارية على مستوى المنطقة ياتي اليوم الوطني هذا العام وقد حققت الإمارات في فترة زمنية قياسية إنجازات تافوق التوقعات لا سيما البنية التحتية وقطاع الطاقة وما فوج الإمارات باحتضان آيرينا للطاقة النظيفة إلا دلالة واضحة على مدى التطور والازدهار الذي يشهده هذا القطاع الحيوي بمناسبة العيد الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة هي فرصة حقيقية لإبراز الإنجازات التي تتحققت ومن أبرزها على سبيل المثال البنية التحتية الأكثر من رائعة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها قطاع الماء والكهرباء المغطي تقريبا معظم الدولة ككميات وكجودة مياه كمان هذه الإنجازات جعلت من الإمارات مقصدا لرؤوس الأموال والاستثمارات فباتت الدولة إحدى أولى الوجهات السياحية إقليميا وعالميا وبابا من أوسع أبواب المنطقة للتجارة ومكانا آمنا لمزاولة التجارة والعمارة لبناء المصانع والشركات لبناء حياة بأكملها يسهر على تحقيق هذا الأمان جنود مجهولون لا نعرفهم بالاسم تميزوا بعملهم وارتقوا بإخلاصهم وتفانوا في خدمة وطنهم اليوم الأمن يعتبر مرتكز رئيسي لكل مناحي الحياة باختلاف سواء كانت اقتصادية سياسية اجتماعية اليوم لو نتكلم عن مدينة دبي كمدينة تجارية تعتمد اعتماد كلية على الاقتصاد كأحد الركائز الأساسية فيها فلابد أن تكون هناك جوانب خدمية والجوانب الخدمية ليست معنية فقط بالجهاز الأمني وإنما أي مؤسسات أخرى تخدم المجتمع اليوم الاحتفال بالعيد الوطني احتفال وطني قومي فرحة شعب فرحة وطن فرحة أمة فلابد أيضا أن نبدل كل الجهود في إسان وإنما ما يود أن نشير إليه بالنسبة لها الاحتفالات أن لا نبالغ في تلك الأحفال أن تقيد بأنظمة قانين المرور أن لا تصير هذه المناسبة نتيجة حادث ما حالة سيئة بالنسبة لوضع ما أو لعائلة ما أو لشخص ما أربعون مرت وإذا كانت بعض الدول لا تكاد ترى إنجازاتها فإن أربعين الاتحاد مر على إمارات صحراء حولها إلى خضراء شيد فيها الأبراج فتح فيها الجامعات فكانت وما تزال تشهد نهضة ثقافية وعمرانية تاريخية غيرت وجه المنطقة كل عام أنت بخير يا بلادي أربعين سنة مرت على الاتحاد في الدول الثانية إلى أربعين سنة يعني تمر لا ينجز أي شيء نحن نشوف من الرمل والصحراء طلعت الخضراء وطلعت الأبراج وطلعوا الجنسيات المختلفة اللي وجدت في خلال الأربعين سنة التطور العمراني النهضة الثقافية النهضة التاريخية المتعلمين يعني حين ما شاء الله حملت الدكتوراه والمجستير تدخل المستشفى تحصل أطباء ومواطنين كل هذا صار خلال الأربعين سنة نحن أنشأنا دولة في فترة بسيطة في وقت قياسي ونتمنى لها الاستمرار إن شاء الله في بيئة آمنة وأقولها كل عام أنت بخير يا بلادي ما تحقق على مدى أربعين الاتحاد تحقق بفضل الاستثمار الأعظم الذي ضخت من أجله الدولة ما لم تضخه دول مجتمعة وسخرت من أجله كل شيء الاستثمار في الإنسان المواطن الذي تعتبره الدولة عصب الوطن وعموده الفقري فليحتفل الإماراتيون بعيد الوطن الذي يحتضنهم كأم رؤوم فهو وطن استحق هذا العيد عن جدارة الأعلام تنتشر في كل مكان على شروفات المنازل على الأشجار على أبراج شامخة شاهدة على النهضة العمرانية في دولة الإمارات على زجاج سيارات في الشوارع والميادين كافة ولكن الأهم أنها موجودة في قلب كل فرد في إمارات المحبة والوحدة في اتحاد الإخوة والنهضة في دولة الإنسان إبراهيم الأمير الرؤية الاقتصادية دبي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر